السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في فيديو جديد في ريفيو سام في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن غليات المياه الكهربائية طيب تحديدا هنتكلم عن إيه عن الغلاية في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أربع نقط النقطة الأولى هتكون إيه هي أنواع الغليات وإيه هو أحسن نوع فيهم النقطة التانية هتكون معايير الاختيار أو ناخد بالنا من إيه وإحنا رايحين نشتري الغلاية النقطة التالتة هتكون ترشيحات لأفضل الأنواع فنعمل ايه عشان نطور العمر الافتراضي للغلاية ده كده كان ملخصنا للفيديو النهاردة لو حسن كلامنا في النقطة دي ممكن يفيدك فيا ريت تكملي معنا الفيديو للآخر وبعد نهاية الفيديو يا ريت متنسيش تقول لنا رأيك في الفيديو سواء بعجبك أو معجبكيش وليه وكمان لو أول مرة تشوفي القناة وعجبك المحتوى اللي بنقدمه فيشرفنا جدا اشتراكك معنا في القناة ولو بتدوري على ريفيو معين لأحد الأجهزة الكهربائية فهتلاقي عندنا على القناة في قائمة تشغيل اسمها ريفيو سام دوري فيها كده ان شاء الله تلاقي ريفيو اللي انتي بتدوري عليه ولو ما لاتيوش اكتب لنا في كومنت عايز الفيديو اللي جاي عن ايه وان شاء الله نعمله في قرب وقت ممكن خلينا بقى نشوفي الغلايات النقطة الاولى ايه هي انواع الغلايات احنا عندنا ثلاثة انواع من الغلايات عندنا غلايات بلاستيك وعندنا ستلس وعندنا ازاز او بايريكس طيب افضل نوع فيهم لو هنتكلم من الناحية الصحية فخلينا انها استبعد خالص موضوع البلاستيك ليه لان انا شخصيا مبسكش في اي حاجة بلاستيك تحط فيها حاجة سخنة ولا هنغلي فيها مية ولا ناكل فيها اي حاجة سخنة ولا اي حاجة ايا كان الماركة ايا كان نوع البلاستيك مفيش اي حاجة مضمونة في الزمن اللي احنا فيه ده مفيش اي حاجة مضمونة فعشان نتجنب اي شكة او اي حاجة فيها مشكلة خلينا نستبعد خالص موضوع الغلايات البلاستيك دلوقتي عندنا نوعين عندنا الاستالس وعندنا البايريكس اني فيهم الاحسن لو هنعمل مقارنا بينهم هنلاقي ان الاستالس عملي ومتين وصحي طيب البايريكس صحي بس مش متين ليه؟ ممكن من اي خطة يقع يكسر فهكوني خسرتي الغلاية بالكامل فالغلايات البايريكس محتاجة حذر شديد جدا في التعامل معها لو مثلا الغلاية سخنة فما ينفعش نتلمسها ابدا مية بردة وإلا الازاز بتاعها هيفرقع عشان كده انا بفضل للستالس وبحسه امان اكتر من البايريكس النقطة التانية ايه هي معايير اختيارنا للغلاية واحد احنا خلاص اتفقنا ان الغلاية للستالس هتكون عملية وافضل من الغلايات التانية او يعني حتى لو اللي هي بلاستيك من بره ومن جوه استالس دي برضو عملية ولكن انا بفضل برضو اللي هي استالس من بره ومن جوه طيب اول معيار عندنا ان احنا نفتح الغلاية ونبص على الاستالس اللي من جوه الغلاية من جوه هل الاستالس ده نوعيته كويسة ولا من الانواع اللي بتصدي لازم الاستالس اللي جوه الغلاية من جوه يكون لونه مطفي ما بيلمعش يعني شايفين الفرق بين الصورة هنا الصورة دي بتلمع والصورة التانية ما بتلمعش لازم الاستالس اللي جوه عشان نعرف ان هو كويس لازم يكون لونه مطفي ما بيلمعش خالص وكمان يكون الخامة بتاعته محملة مش الخامة اللي هي بتدوس عليها بتلقيها بتروح وتيجي معايك بغض النظر عن الاستلس بتاع الغلاية من برّ إذاً نجيب غلاية استلس من برّة والستلس من برّة فبغض نظر عن من برّة أني لم يجب فتحه من برّة أنا ألّى من برّة أن الأستلس الموجود يكون لون وطفي لا يكون غير عامل زي المرايا وأيما يرى مراية ما يعكس صورة ويجب يلمع اتنين وأنتي فاتحة الغلاية برد بسي فيها كده هل في حاجة زي اللي في الصورة دي ظهر في الغلاية من جوّة أم لا ؟ الحاجة اللي انتوا شايفينها في الصورة اسمها ملف معدني ولازم الملف المعدني يكون في القاعدة بتاعة الغلاية من تحتو مدغطي ومفصول خالص او معزول خالص عن الماء طيب الحال. الكلام هنا هيجبنا لطريقة عمل الغلاية. او طريق التشغيل الغلاية تعمل ایه وفكرتها ايه. الغلاية بيكون فيها حاجة اسمها ملف معدني زي الموجود عندكم في الصورة. ولما بنبدأ نوصل الغلاية بالكهرباء الملف المعدني ده بيصخن لحد fills لما درجة التوهل. وبعد كده الحرارة بتاعت الملف المعدني ده بتتنقل بالتبعية للمية لحد لما المية تسخن وتغلي. طيب يعني ايه برضو المشكلة كده من الملف المعدني بقى. الملف المعدني ده بيكون مطلي بمادة النيكل كروم. لما بيكون الملف المعدني ده ملاصق للمية وتبدأ المية تغلي فبيبدأ يحصل تفاعل بين المية وبين النيكل كروم الموجودين على الملف المعدني. وبالتالي بيأثر على تركيب المية وبتبقى المية غير صلاحة للاستهلاك الادمي. ووقتها طبعا هتكون المية دي خطر على صحة الانسان وبتسبب امراض والعزو بالله مش كويسة. فضروري جدا لما نروح نشتري الغلاية ان احنا نتأكد هل الملف المعدني ده معزول خالص عن المية ولا لأ. تلاتة. افتحي الغطى بتاع الغلاية وشوفي الغطى بيفتح بدرجة تسعين ولا درجة خمسة واربعين. كلما كان الغطى بتاع الغلاية بيفتح بدرجة اكبر او اوسع. كلما كان تنظيف الغلاية هيكون اسهل وهتبقى الغلاية عملية اكتر. اربعة. خد يبالك من مكان مفتاح الفصل بتاع الغلاية. هل هو من فوق ولا من تحت. طيب ايه هو مفتاح الفصل? بصوا عندكم في الصورة كده. الحاجة اللي عليها السهم دي هي ايه مفتاح الفصل بتاع الغلاية. طيب الافضل يكون من فوق ولا يكون من تحت? الافضل يكون من فوق. ليه بقى? هو عليكم الصورة دي دلوقتي الصورة دي بتبين لنا ايه هي طريقة شغل الغلاية هي الغلاية ازاي بتفصل او الغلاية بتعرف ازاي ان المية وصلت لدرجة الغلاية شايفينه الصورة دي الصورة دي بتبين لنا ان المية لما بتغلي بيبدأ يطلع منها بخار البخار ده بيبدأ يدخل جوة انبوبة داخل جسم الغلاية من جوة وبيفضل يمشي داخل الانبوبة دي لحد لما يوصل عند مفتاح الفصل بتاع الغلاية واول ما بيوصل عند مفتاح الفصل بتاع الغلاية ادايلة الكهرباية بتاعت الغلاية بتتفتح وبالتالي الكهرباء بتتفصل والغلاية بتوقف هي دي طريقة شغلة طيب بالمنطق كده هل الاستجابة بتاعت الغلاية ان هي تفصل لما المية تغلي هتكون اعلى واسرع لما يكون المفتاح ده من فوق ولا لما يكون من تحت لما يكون المفتاح من فوق البخار هيمشي حتى اصغنانة خالص وبالتالي الدايرة الكهربائية هتتفتح والكهرباء هتفصل والغلاية هتوقف الغلاية هتفصل خلاص اما لو مفتاح الفصل ده في الغلية من تحت فهيضطر البخار يمشي مسافة اطور لحد لما يروح لحد المفتاح ده وبالتالي يبدأ ان هو يفصل الكهرباء عن الغلية فيبقى انهي فيهم العملي اكتر واقوانهي فيهم الاقمن والاضمن اكتر اللي البخار هيمشي فيه مسافة صغيرة اللي هو اللي مفتاح الفصل فيه من فوق بلاش المفتاح الفصل فيه من تحت ومن هنا نقدر نفهم ان الاقمن ان مفتاح الفصل يكون من فوق مش من تحت لان نسبة الخطأ فيها ونسبة ورود الخطأ فيها هتبقى أقل بكتير من مفتاح الفصل اللي هيكون بعيد جدا وهيكون عنده قاعدة الغلاية من تحت المعيير الرقم 5 بصي كده على الفيشة بتاعت الغلاية هل الفيشة بتاعتها محملة زي اللي في الصورة كده ولا لا لو اللي هي الفيشة العادية زي الحاجات اللي هي البسيطة الأجهزة البسيطة اللي احنا بنستخدمها في البيت ابعيد يخلص عن الغلاية دي خلي بالكم ان غلايات المية بيكون جهدها عالي جدا بتكون مثلا من 1500 واط لحد 3000 واط حسب السعر الليترية بتاعتها فبيكون جهدها عالي جدا فمحتاجة كابل أو محتاجة فيشة والسلك بتاعتها يكون محمل جدا اوعوا تروحوا تغيروا السلك بتاعتها الغلاية واوعوا تستخدموا سلك يكون ضعيف والعيز بالله بتعمل مصايب الغلاية بتتحرق وتولع وممكن تدمر البيت كله بسبب الفيشة بتاعت الغلاية فناخد بالنا لو الفيشة بتاعت الغلاية دي وحشة وهم مسترخصين الشركة اللي عاملها مسترخصة في الفيشة فعرفوا ان الغلاية كلها وحشة والموضوع وقتها هيكون خطر مش هيكون في اي امان خالص حاجة كمان خدوا بالكم منها ان لازم بعد استخدام الغلاية لازم نشيل الفيشة حتى لو الغلاية فصلت تحسبا لاي حاجة لاي خطأ ممكن يحصل في الغلاية لازم الفيشة تتشال وإلا والعزو بالله لو فضلت الغلاية شغالة هيحصل الحريق وهيحصل حاجات احنا فغينا عنها فاتأكدوا بعد انتوا تستخدموا الغلاية وتفصل النقطة اللي بعد كده في الفيديو هي ترشيحتنا لأفضل انواع الغلايات مبدئيا انا نصيحتي ان احنا ما نستغلاش في الغلاية خالص لان زي ما قلنا ان الغلاية بتاعة المية هي جهاز مستهلك مش من الاجهزة المعمرة فبعد فترة هي عمرها الافتراضي بسيط فبعد فترة هتبدأ ان هي طبوز وتتصلح ومهما تتصلح عمرها ما ترجع زي ما كانت هتتصلح مرة وهتتصلح اتنين وهتتصلح تلاتة وعمرها ما ترجع زي ما كانت فانا رأيي ان احنا نجيب حاجة تقضي الغرض لكن مش شرط ان نستغل فيها ونجيب ماركة تكون غالية قوي ومكلفة طيب اجيب غلاية نوعها ايه خلينا نتفق ان اي غلاية هينطبق عليها الخمس معايير اللي احنا قلناهم هاتيها وانتي متطمنة طيب برضو اجيب ماركة ايه يعني عايزة كده ماركة بالاسم اجيب ماركة ايه خلينا نرشح لكم ماركة صناي وبعدها ماركة هوم انا شايف ان الاثنين كويسين جدا سعرهم عقول جدا وكفائتهم عالية جدا مش محتاجين اكتر من كده وارجع وقال لكم تاني اي ماركة هينطبق عليها الخمس معايير اللي قلناهم تقدروا تجيبوهم طيب بالنسبة للناس اللي بتحب الماركات ولازم كل حاجة تشتريها تكون من ماركة معروفة هنا برضو اقدر ارشح لكم بماركة ميانتا شايف الغلايات بتاعتها ممتازة جدا لكن بيعيبها ان مفتاح الفصل بتاعها من تحت وخلي بالكم ان كل الماركات بتاعت الغلايات في منها كذا موديل يعني مثلا صناي لما رشحتها لكم دي هتلاقوا في منها كذا موديل في موديلات ممكن يكون مفتاح الفصل من فوق مفتاح الفصل من تحت السعر اللي تريع بتاعتهم بتختلف الخامة بتاعتهم بتختلف فنحاول ان احنا نختار موديل يكون منطبق عليه كل المعايير اللي احنا قلناها النقطة الاخيرة في فيديو النهاردة ازاي نطول العمر الافتراضي للغلاية مبدئيا لازم نكون عارفين ان احنا لما نشتري الغلاية لازم نعقامها الاول قبل الاستخدام هنعقامها ازاي الاول هنغسلها بمية وخل بعد كي هنتخلص من المية وخل دي ونبدأ ان احنا نستخدم الغلاية نشغلها مرتين بمية نغلي فيها المية لمدة مرتين ونرمي المية نغلي المية ونرمي المية وبكده نكون ضمننا ان الغلاية من جوة تعقامت تماما وما فيش منها اي ضرر طيب استخدمها ازاي بقى بحيث ان انا اوصل بيها لاطول عمر افتراضي اولا احنا لما نيجي نستخدم الغلاية لازم نستخدمها على قد كمية المية اللي احنا محتاجينها يعني انا مثلا محتاجة اغلي كبايتين مية فهحط فيها كبايتين مية بس ممكن نزود عليهم حاجة بسيطة عشان المية لها تتبخر لكن مش هزود وهملة الغلاية على الاخر بدل ما نستهل الكهرباء على الفاضي فتوفيرا للمية وللكهرباء هنستخدم كمية على قد اللي احنا محتاجينه بس ونغليها الحاجة التانية طيب لو استخدمنا المية في الغلاية خلاص وبيق مننا شوية هنعمل فيها ايه يريدنا تخلص من المية دي ما نسيبهاش خلص في الغلاية عشان ما تعملش ترصبات داخل الغلاية طيب هنعمل في المية دي ايه نتخلص منها ممكن بعد ما تبرد خالص اما نسقي بها زرع او ممكن نحطها في طبق في البلكونة للعصفير او اي حاجة ناخد عليها سوايا بحيث ان احنا ما نهدرش المية النقطة التالتة وهي تنظيف الغلاية من وقت للتاني كل فترة لازم الغلاية بتاعتنا تتنظف من جوه عشان بيكون فيها ترصبات من الاملاح المعدنية اللي بيكون في المية طيب هننظفها ازاي هنحط فيها مية وخل ونشغل الغلاية لحد لما تغلي وبعد ما تفصل خالص ممكن نسيب فيها المية ومخل دي شوية وبعد كده هنتخلص من المية دي هتلاقي الغلاية من جوه ما بقش فيها اي ترصبات ورجعت زي ما كانت في الاول خالص في ناس كمان بتحب تستخدم ملح لامون او كربوناتو في تنظيف الغلاية كل ده ممكن لكن انا شايف ان ننخلي كافي جدا والحاجة الاخيرة والمهمة جدا هي ان احنا لازم ننتبه للمعيار بتاع المية داخل الغلاية لازم ناخد بالنا من الحد الاقصى للمية والحد الادنى للمية ماينفعش ان احنا نزود عن الحد الاقصى وماينفعش ان احنا نقلل عن الحد الادنى لان في حالة ان احنا زودنا المية او نقصنا المية عن المعيار المطلوب ده هيتسبب في مشكلة للغلاية وبس كده خلصنا كلامنا النهاردة عن الغلاية يا رب الفيديو يكون افادكم ويكون رد على كل استفساراتكم لو عندكم اي اسئلة تانية انا معيكم في الكومنتات تسألوني وارد عليكم ان شاء الله كمان ما تنسوش تقولولي رأيكم في فيديو النهاردة سواء بعجبكم وليه وما عجبكوش وليه عشان اتفادى الاخطاء دي في المرات الجاي ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي عن ايه اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد كنتم في ريبيو سام والسلام عليكم